موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي حصعد الله ووقاتكم طلاب الأعزاء الآن احنا ننتقل إلى مثال 11 صفحة 35 أنا طلاب الأعزاء نقرأ السؤال دائما يبين الشكل منظورا ايزومتريا لجزء من شبكة الانبيب مرسوم بنظام ايش الخطين اذا هذا ايش نظام الخطين وليس الخط الواحد تمام ارسم من قياس رسم 1 إلى 10 وبنظام الخطين ما يلي وشو يعني من قياس رسم 1 إلى 10 انه ايش 1 على 10 ضرب القياس اذا 1 على 10 ضرب كم هاي 420 ضرب 420 تروح صفر مع صفر صف عنا وتساوي 42 42 ملي متر يعني 4.2 سنتي متر وببيني لكم كيف 4.2 عن طريق طاولة الرسم المسطرة والمثلثة فاذا هايذا تكون 4.2 سنتي ايضا هايذا تكون 5.6 سنتي نفس الاشي هايذا تكون 4.8 سنتي عشان مقياس الرسم بده المسقط الامامي والافقي والمسقط ايش الجانبي الايسار الان اعطانا مهم جدا قطر الانبيب كم قطر الانبوب اعطاك اياه 90 شو معنى قطر الانبوب القطر هي المسافة اللي بتقطع المركز الدائرة هاي المسافة هذا القطر فكم هاي من قطر معطين اياه اللي هي المسافة هاي 90 ملي متر يعني 9 سنتي يعني 9 ميلي عفوا يعني 9 ملي متر بس نحولها على مقياس الرسم فاذا هاي المسافة كم 9 ملي متر يعني من خط المحور للطرف اللي هاي 4.5 ملي متر ومن خط المحور للطرف الثاني 4.5 ملي متر اي ان هاي المسافة كم حكيناها اللي هي 9 ملي متر اللي هي الدائرة هاي. هاي الدائرة. هاي الدائرة قطرها انهان. لهان يا شباب تسعة ملي متر ببينيلكوا اياها عن طاولة الرسم وبنتبتها وبنفهمها. تمام يا استاذ. الان خلينا نيجي نطبق هذا السؤال. هذا المسقط اكيد عطينا اياه في الوزارة انه هذا المسقط الامامي. وهذا الجانبي. وهذا المسقط الجانبي الايسر الجانبي. وهيك معطينا ايش الو فوقي. انا بيانت الكو اياه بطريقة ممتازة وبشرح ممتاز من خلال ايش جبتلكو الانابيب نفسها وشكلت بنفس الشكل. فاحنا جبنا الانابيب. هاي عنا احنا الشكل. هاي الشكل نفسه بالضبط بهذا الشكل. انا ايش بدي اول شي ارسم المسقط الامامي. الامامي انا ننظر عليه من هان بهذا الشكل. هيك الامامي. اذا ايضا الانبوب اللي هو الاربعمائة وثمانين. هاي الانبوب اربعمائة وثمانين. وهاي اللي هي الخمسمية وستين. وهذا الانبوب اللي هو الاربعمائة وعشرين. انا شكلته عندك بهذا الشكل الموجود مع انا. هاي عندي كوعين وهاي عندي ثلاث انابيب بهذا الشكل. حسا انت بدك تتفرج على المسقط الامامي كيف بدك تفرج على الشكل من هان زي ما انته هاي ايش رح تبين عندك دائرة اذا انا هاي رح اشوفها دائرة يا استاذ فانا رح ارسم اول اشي الامامي رح اشوف هاي الدائرة اللي هي نفسها اللي هي بشوفها ايش دائرة واشوف الانبوب لف عندي بهذا الاتجاه فاشوف هذا الانبوب طلع عندنا زي هيك اذا هذا الانبوب طلع عندنا بهذا الاتجاه ولف عنه بهذا الشكل هذا في نظام ايش الخط الواحد لكن احنا رسمتنا ايش نظام الخطين ففي الخطين ايش راح يكون عنا كتال الوضع. راح اشوف عندي الدائرة بهذا الشكل اللي هي الدائرة اللي هي هاي. اللي هي اول دائرة شفتها. بعدين بيطلع عنا هدول الخطين وبالفل عندي بهذا الاتجاه. بيطلع عنا هذا الخطين بهذا الشكل. وبالفل عندي بهذا الاتجاه. وهي لها تكملي. وهذا عبارة عن خط المحور يا استاذ. هاي المسقط الامامي. اذا هاي المسقط الامامي بهذا الشكل باشوفه. هاي الدائرة لهذه الدائرة بشوف هذا الشكل نفس ما هو نفس الشيء اللي هو من الشكل الموجود معنا إني أنا بكبس كمسقط بهذا الاتجاه المسقط هو بانطلق عنا شواعة من العين بحيث إني أشوف الشكل كيف ناتجته بكون عنا تمام الوفقي الأفقي أنا بدأت فرج على الشكل من وين من الأعلى من الفوق حاسلف عليك باتجاه الوفقي زي هيك بهذا الاتجاه إيش رح نشوف معنا رح نشوف عنا كالتالي رح نشوف يا أستاذ في المسقط الأفقي رح أشوف هادي الأمبوب الوفق دائما برسمو ايش تحت الامانة فانا طلابي الأعزاء رح أشوف كالتالي رح أشوف هادي الأمبوب بهذا الاتجاه اللي هو ايش هذا الانبوب بعد هايك ايش رح أشوف عنا رح أشوف عنا هاي لفة ايش الكوع بهاذا الشكل رح أشوف لفة الكوع هاي ها داكة بس نظر للأخير بشوف لفة الكوع بعدين بشوف هاي نزلت عندي للاسفل نزلت عندي للاسفل بهذا الاتجاه هاي احنا زي ما احنا شايفين عنا في الشكل نعيد اذا انا هاي الشكل نفسه بالضبط ايش راح اشوف عندي راح اشوف عندي هذا الانبوب اذا هاي هذا الانبوب هاي كلها بشوفش منها للفة الكوع اكبس نظرك فيها للأخير كل هاي المصورة بشوفش منها للفة هذا الكوع نزلت عندي المصورة للأخير من هان بهذا الاتجاه بنحط عنا ايش اكيد خط المحور يا استاذ بهذا الشكل. انا هيك بكون رسمتي الافقي. تمام? الان ايش بدنا نرسم? نرجع على نفس الشكل. هاي الشكل نفس ما هو بهذا الشكل. بنرسم الجانبي ايش? الجانبي الموجود معنا من هان. الجانبي ايش? الايصر. فالجانب ايش راح يشوفه عندنا كالتالي. هسه الجانبي اني انا بدا تفرج على الشكل. بلف الشكل عندي. بدا تفرج عليه بهذا الاتجاه. لفه عليك عشان انت يوضح معاك. شو راح تشوف عندك? دائرة. راح اشوف دائرة و راح اشوف الانبوب نزل عندي لف عندي بهذا الاتجاه. اذا هاي شو راح اشوفك بس نظرك عليها للاخير لك شوف الدائرة. اذا انا بشوف عندنا الدايرة يا استاذ. بنزل عندي الانبوب بهذا الشكل. هاي بهذا الشكل انا بشوفه نفس الاشي. اذا انا هاي الجانبي بلفه باتجاهك بهذا الشكل دائرة بنزل عندي هذا الانبوب. لف عندي على الشمال احتجاه يجباض له اكتشافه هنا اختفاع اسفان منهان مهم الخط المحور هل نكتبurpًا على مجدده أنهало طرف الكوع الموجود معنا من هنا. طرف الكوع بنرسمه. برضو بشوف اطراف الاكواع في هاي الرسمة كاملة بشوف الاطراف بهذا الشكل. احنا خلينا احط لك القياسات على الشكل بحيث انه مين لك كيف رسم لنا الشكل. بالنسبة للقياسات. ركز معي في القياسات. حس يا شباب انا في الامامي نعيد كمان مرة الامامي. انا شفت عنا هذا الانبوب وهو نفس هذا الانبوب. وشفت عنا لف بهذا الاتجاه وهو لف بهذا الاتجاه. كم هاي المسافة? 420 يا استاذ. كم هذا الارتفاع? هذا الارتفاع له 560. 560 نفس هذا الارتفاع. الان الافقي. الافقي بتقربه باتجاه الامامي. بشوف الاربعمية وعشرين هاي هاي يا استاذ. له نفس الاربعمية وعشرين. الافقي اساسا دائما بيجي مع الامامي. كم هاي ما بيتمين معي في الافقي. ايش راح اشوف هاي المسافة اللي هي نفسها 480. هاي هاي يا استاذ 480. وهاي المسافة في الجانبي اللي هي هاي المسافة انا هاي شفت دائرة في هاي الدائرة. شفت لفة الكوع في الجانبي. هاي المسافة كم هاي المسافة اللي هي 480. هاي 480. بهذا الشكل انا بكون استنتجت ما ساقته. في مسألة انا غششتك اياها وسهل جدا. ايه شي هاي المسألة كالتالب تحت عندي. هاي يعني زيادة في الشرح. هس انا في الامامة. كيف بيجي عنا الامامة زي هيك? اي خط بيجي مع الامامة هو اللي بيشوفه دائرة. مين اجي معي عندي مع الامامة نفس خط الامامة? هاي يا استاذ عشان يكن هاي شفت لك اياها ايه دائرة. وين الدائرة بتيجي معي في الافقي? هذا الوحيد بيجي معي في لا افقي الأفقي باتفرج على الشكل. فкую هذا الوحيد اللي اجي معي في الافقي لهذا بيشوفها دائرة. طبعا دائرة او لفتكوع. هاي بتكون لفتكوع بهذا الشكل. اللي هي لفتلكوع نوجود عندنا هنا. ايش هجيت معي في الجانبي دائرة مع خط الجانبي نفس خط الجانبي هذا الخط. مين اجي معي في الجانبي? هاي يا استاذ الذي بيشوفها ايش? نفس اللي هي الدائرة بينما باقي الشكل بباقي معنا. هذولت دايما ايش للتأكيد يعني إنه كون أنا رسمي صح 100% فطلاب الأعزاء بننتقل لطورة الرسم حتى بينيلكم كيف شرحنا هذا المثال وبنطبقوا عمله حياكم الله طلاب الأعزاء طلاب الأعزاء خلينا نأكد لكم كيف إحنا استنتجنا هذا الشكل إذن هاي حكينا إحنا بهذا الشكل موجود معنا زي ما إحنا شكلنا هاي هاي الأنبوب وهاي الأنبوب الثاني وهي الثالث تمام نيجي إحنا نشوف كيف حللنا إياه زي ما إحنا حلينا طبعا حلنا صحيح خلينا أكد لكم إحنا خلال الشكل الحقيقي هاي عنا إيش الأمامي إذا بتلاحظ معي الأمامي زي ما رسمي صح يا أستاذ 100% إن أنا شفت هذا الأنبوب نزل عندي بهذا الشكل هاي هذا الأنبوب هاي 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 إيش الدائرة بشوف هنا دائرة وين الدائرة هي هاي بهذا الشكل هاي الدائرة بشوف لفة الأنبوب هذا في الإيش في الأمامي طيب يا أستاذ في الأفقي الأفقي بدي أقلبه باتجاه الأمامي رح أقلب الأفقي باتجاه الأمامي بهذا الشكل ايش راح نشكل عنا راح نشوف عنا كالتالي راح نشوف عنا هذا الانبوب اللي هو نفسه هذا الانبوب يا أستاذ وهاي قلت لك فشوفها لفة اللي هي لفة الكوع اللي هي نفسها هي لفة الكوع ويكبس نظرك فيها للأخير ايش راح نشوف راح نشوف هاي الانبوب النزل عنا إلى الأسفل بهذا الشكل اللي هو عبارة عن الأفقي تمام اذا شو بصف عنا الجانبي الجانبي ايش حكينا انا بدأت فرج على الشكل بهذا الشكل في الجانبي إذن هاي الشكل الجانبي نشوف هاي الدائرة الموجودة معنا هاي هاي الدائرة ونزل لدينا الأنبوب بهذا الاتجاه نزل لدينا هذا الأنبوب بهذا الاتجاه هاي هاي التشكيل الجانبي أنا حبيت أكتلكو إياها أكثر من مرة وشرح تلكو هذا المثال بأكثر من طريقة حياكم الله طلاب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء أسعد الله ووقاتكم جميعا إحنا الآن بدنا نشرح مثال 11 صفحة 35 بينا كيف احنا بتم استنتاج المساقط عن طاولة الرسم كيف بتم شرحه احنا هاي موجود عنا محلول لعنا السؤال تركز معي في السؤال انه لا تنسى انه شو اعطانا متلاصر رسم 1 الى 10 يعني هاي 4.2 سانتي هاي 5.6 سانتي وهاي 4.8 سانتي مهم جدا اعطاني انا في السؤال انه قطر الانبوب كم 90 ملي متر يعني انا 9 سانتي هسا 9 سانتي عفوا 9 ملي متر يعني 9 ملي متر يعني سانتي الا ميلي يعني المسافة من هان لهان من هان لهان كم 9 ملي متر كم لك تاخد نصها من هان لهان 4.5 ومن هان لهان كم نصها 4.5 ميلي 4.5 ميلي هسا ببين فيها كيف الرسم احنا اول اشي بنحط الاستراد يعني نبلش نرسم في المسقط ايش الامامي مسألة مهمة جدا جدا اللي هي اول نقطة رئيسية انا بدي ارسم بحدود اللي هي عن طريق خط المتقطع اللي هو خط المحور بس ترسم اول شي خط المحور بعدين نرسم عليه الرسمي حسا كم هاي المسافة من هان لهان الماطنية 4.2 ميلي اذا انا الان بابدأ في الرسمي برسم خط المحور بهذا الشكل برسم خط نقطة بهذا الشكل بحدد عليه اللي هي المسافة من هان هيك هي بحدد نقطة معينة دبعي تكمل مسافة من هان لهان هيك 4.2 من هاي النقطة بدي ابلش اعدنا هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعة هاي فاصل اثنين ميلي بتحط نقطة زي هيك في هذا الشكل الان بدي ابعد ايه اشتد ارتفاع بتحط خط متقطع بشكل عام تكون خط خفيف خط نقطة كم انا عندي هاي المسافة نعطين اياها 5.6 هاي المسافة من هان لهان 5.6 هاي 5.6 هاي خمسة هاي فاصل ستة ميلي بنحط ايضا نقطة هان هيك هذا الشكل تمام يا استاذ اول نقطة رئيسية نبلش بها نبلش من الدائرة انا تيجي على الدائرة كونها هي نعطيني الدائرة لازم احنا نرسمها عليك اما على تسعة بس انت خذها زيادة ايش بسيط ترسمها على عشرة تجيب الشبلوني على عشرة نحط الدائرة بهذا الشكل على عشرة بنسكر هذا الدائرة من هان بهذا الشكل بعدها تبعد كم المسافة بنبعدها يا استاذ لك تبعد من الخطر في النص من هنا هاي 4.5 ميلي بتحط نقطة هاي 4.5 ميلي بتحط نقطة بنعدها من الخطر من النص هاي 1.2.3.4 شحطات ونص بنعد ايضا من هنا الخط بنعد 1.2.3.4 شحطات ونص ميلي النص ميلي بتيجي بين المليين نفس الاشي بايش بعدها على جال ثاني من هان هيك كم تبعد من هان هيك هاي 4.5 ميلي من عند هذا الخط تبعد من عند هذا الرقم تبعد 1.2.3 هي 4.5 يعني 5 إلا هاي 1.2.3.4.5 إذن أنا ببعد من هان 4.5 ميلي ومن هان من هان 4.5 ميلي أنا بسكر هاي في خط خفيف قبل الـ 4.5 ميلي من هان زي هيك هاي 4.5 ميلي بسكرها بخط خفيف كذلك وهاي سنزل بعد بأربعة ونص ميلة من هان يا أستاذ هذه أربعة ونص ميلة سنزل عندي هذه الرسمة من هان كذلك أنا سنزل بعد ذلك سنزل بسكرها للأخير بخط خفيف ازكرها ايضا بخط خفيف تمام طلاب الاعزاء الحركة اللي بعدها فاجيب الشبلوني على الرقم 9 احط الكيرف الموجود عندي هان بهذا الشكل بغمق هاي زيك بهذا الشكل هاي هان موجود عندي رقم 9 على الشبلوني على رقم 16 هسوي ايه بغمق الكير في الاكبر عندي هان بهذا الشكل على 16 واغمق هذا الكير في هذا الشكل الحركة اللي بعدها بسكر هذا الخط من هاي زيهيك بنسكر الخط اللي بعده نغمق الشكل من هان نغمق ايضا الشكل من هان بهذا الشكل وهاي كيف ذاك سويها بتسوي حرف الاس هاي حرف الاس في ايدك زيهيك تسوي حرف الاس نجال الفاتح من عندي من هان بتسكره زيهي تسكرها زيك نجال الفاتح الان انا بنسح زيادات في المحاي اللي زيادة موجودة عنها من هان المسحاي زيادة ايضا من السنثر من هان لتبعد عشان نحط خط المحور هي صانتي بنسكر هذا الخط بهذا الشكل عشان نحدد تسنين ايضا تبعد من عند خط المحور كمان صانتي بنسكر عنها خط الموجود عنها الخط التسنين بهذا الشكل وبعد من الاسفل كمان صانتي بنسكر هذا الخط لهذا الشكل انا هيك الامامي فاكون رأس من الامامي هيك علامي كاملة الافقي نفس الاشي ان انا بدي امشي على نفس مستوى الامامي و اكمل خط المحول اكمل خط المحول خط نقطة بهذا الشكل بعدين اقطعه بهذا الشكل بالعكس قياسه رحكون على نفس مستوى الافق الامامي من هان بهذا الشكل كم اعطانا الارتفاع اربع فاصل ثماني وبعد هاي اربعة فاصل ثماني هاي اربعة هاي خمس ستة سبعة هاي ثماني اتحدد هاي النقطة بالضبط احساسي ان انا عفوا يعني هذا الخط بزميجة ايش بفوق يعني انا ارسمت هذا خط المحور برسم خط هذا المحور بهذا الاتجاه خط نقطة بهذا الشكل وكونا نمحدد هاي اللي هي المسافة كم اربعة فاصل ثماني اللي هي هاي المسافة معها اذا انا اول شي برسم دائما الخط المحور وعا مستوى هاي عا مستوى هاي النقطة بسكر ايش الافقي بهذا الشكل انا دائما اول نقطة رئيسية طلاب الاعزاء بعملها اني انا برسم هاي شايف خط المحور اللي في النص خط المحور هذا اللي في النص هاي رسمت بهذا الشكل رسمت بهذا الشكل بلان على القياسات كم من المسافة من ها الان لها ل ni brando 4.2 كم هاي المسافة من ت Ohioر هذه não whoia 4.8 النقطة الخط wp لبع esses نجب بترسم من السلات ب melee برضو يجب الشبلوني على hope of 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 , 10 هو هي العشرة احنا ببعض, تسعة ونص القطور بس انت دائما ن trouxe 10 يعني نزيد شيئ بسيط ونرسم ما هو الى النا Syndjadi ونوص دائرة بهذا الشكل الحركة اللي بعدها نحدد ارتفاع من هان الهان 4.5 و 4.5 لماذا؟ لأن هذه طلاب العزاء من هان الهان 4.5 و 4.5 4.5 زاد 4.5 وهي 9 وهي القطر اذا انا بحدد هاي بهذا الشكل هاي 4.5 ميدي هاي 4.5 ميدي نفس النهان بحدد 4.5 ميلي هاي بتعد 1 2 3 أربعة ثون بين المليين 1 2 3 أربعة ثنون بين المليين الآن انا اسكر هاي هيك اسكرها بهذا الشكل ايضا بسكرها لغاية ثانه نفس الشيء سكر الخط الموجود عندي من هنا على الأرض ونصف الضبط لهذا الشكل وسكر هاي بناء على أن أكون أنا مستنتجة في الوزارة إذا نرسمت هذا الشكل هنا نعمل حرف الاس أنه إليها تكمل للمصورة هذه حرف الاس وتسكرها من الجال اللي فاتح أيضا هنا تعمل حرف الاس بهذا الشكل في إيدك تسكرها من الجال الفاتح بهذا الشكل على بعد صانتي اللي هي النفس الأمامي يجب أن نزل في هذا الخط من هاندك تبعد هاي صانتي وتسكر هذا خط التسنين بهذا الشكل إذا ننهيك الأفقي علامي كامل بهذا الشكل بجانبي أيصر أول شي ب different أحدد خط المحور بالتética ما بين الأمامي كم،하 lira بتبعد أليم هذا بالفضيل من مستوى هذه الناقطة سوف يمتلك خط متقطع بعمل عليه من خلال هاي النقطة بعد هاي واحد من عند هاي النقطة بدأ بلشعيد أنا هاي واحد صن هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعة هاي فاصلي ثمانية طلاب العزاء كم دلتفع بعد هي واخد خط المحور الطرف الثاني خط خفيف خط نقطة تقديري بهذا الشكل ويكون على نفس المستوى هاي ووقف عندي هان هيك بهذا الشكل تمام الان الحركة باعتها وليش برسونا الدائرة اللي هي الدائرة ويني الموجودة عندي هان كم هاي الدائرة بقطرها قلناها 9 ميلي نيجة على الشابلوني على عشرة زيادة ايش بسيط نعمل الدائرة الموجودة عندنا بهذا الشكل عملنا الدائرة بعد هيك أنا بحدد اللي هي زي ما حكينا اربعة ونص باربعة ونص هاي اربعة ونص ميلي اربعة ونص ميلي بحدد ايضا من هان اربعة ونص ميلي هاي اربعة ونص ميلي بسكر هذا الخط خط خفيف بعمله وبزيده اربعة ونص ميلي اللي هان زي كم يجعينا لعند النقطة ايضا نفس الشكل الخط الثاني اللي قبل باربعة ونص اللي هو الخط الثاني خليه خط خفيف ايضا اللي قبل باربعة ونص بسكر هاي بنسكر هاي طلاب الاعزاء الان الحركة اللي بعدها بجيب الشبلوني على مرقم عليها هان رقم تسعة على حفة الشبلوني بسوي الكيرفي موجود عني هان هيك بسوي تسعى بكون سويت الزاوية والكيرفي هاذا بكون اياش اكبر اللي هو طبعا هاي على ستاعش اللي منعها الاكبر وبعدها على اصغر اللي هي على تسعة تمام نسوي الكيرفي اللي بعده بعدها بنسكر هاي هيك وهاي بنسكرها هناك نوصل هسا لخطوط نوصل هاي ايضا بنسكر هاي بنفس الطريقة هاي نسكر هاي بنفس الطريقة هاي نسكرها حرف الاس وهاي نسكرها حرف الاس نسكرها من الجالة الفاتح بنحط اطرف التسنيين هان في عندي هاي هاي عمستو هاي خط هاي مستو هاي والطرف هاي عمستو هاي بالضبط نبعد من نص صانتي بنسكر طرف التسنيين موجود عندنا هان هيك انا هيك بكون رسمت هذا حل مثال صفحة 36 خلينا نحط لك مثلا قياسات تبدو قياسات تبدو تحط القياسات انتي مثلا من 13-14 بهذا الشكل تحط القياسات تتربك في الوزارة مع وضع القياسات تحط كم ارتفاع هاي كم المسافة هاي بهذا الشكل تبعد مسافة معينة مثلا بين التسعة والعشرة ضروري من القياسات على السنتر على مين على خطوط اللي هي بالضبط على السنتر نسعة العشرة هان هيك من التسعة العشرة نحط هس الان القياسات نحن ليش نرسم في الرصاص عشان لايش نمسح اي خطاء عشان لايش خطاء ايش نمسح ونعدله الآن بتحط الأسهم بتحطهم في خط خفيف لهذا الشكل هذو القياسات دائما خط خفيف جدا يكونن ما يتغمق هاي القياسات بتحط قياس كل واحد هي موجودة في الحقيقة هاي كم 420 تكتب عليها 420 هاي 560 هاي 480 هاي كم اللي 480 دائما في الزارة عمال القياسات هاي كده طلبها قياه لان قياس هاي نفس قياس هاي وقياس هاي نفس قياس هاي نفس قياس هاي بالضغط هيك احنا بكون نحللنا مثال الهوى مثال 11 هاي هذا مثال 11 صفحة 35 مثال 11 صفحة 35 و 36 مثال رقم 11 هيك احنا بكون نحللنا الطريقة الصحيحة بسخدام النصر والمثلثات هذه افضل طريقة حياكم الله طلاب الاحزاء ان شاء الله بالتوفيق وفعلكم النجاح حياكم الله جميعا بالتوفيق لكم جميعا